الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت يعلن عن تتويج الجلسة الحوارية بين الأطراف الليبية باتفاق المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل حكومة موحدة ستكون مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قال من جانبه أن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات والقوانين المطلوبة للعملية لاقت قبولا من الأطراف الليبية والدولية وأشار صالح إلى أن الانتخابات هي الطريق الوحيد نحو الدولة المستقرة أما رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي فأكد على ضرورة العمل على تسهيل البناء على هذه التوافقات التي تم التوصل إليها لحل الانسداد السياسي في ليبيا ضيفي من بنغازي البحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور فرج زيدان دكتور فرج أهلا بك معنا الليلة في غرفة الأخبار أي اختراقة حققها اجتماع القاهرة اليوم في حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد بداية أمسي طيبة لحضرتك سيدة شنتان ورمضان كريم للجميع طبعا أنا في اعتقادي بأن ما حدث اليوم في اجتماع القاهرة هو رسالة موجهة للبعثة الأممية من قبل بعض الأطراف العربية بشكل غير مباشر نحن نرى بأن المسألة تتجاوز التحليلات التي ذهب إليها البعض من قدرة الجامعة أو عدم قدرتها بالنظر إلى الضعف الذي تعاني منه جامعة الدول العربية والانقسام العربي العربي في بعض القضايا منها القضية الليبية وعدم فعالية الجامعة في كثير من القضايا لكن أنا أنظر لهذه المسألة من حيث دلالة التوقيت في تحليل من زاوية أخرى وهي أننا ندرك بأن ثمة بعض الأطراف العربية لديها تحفظ على الطاولة الخماسية التي دعا إليها بتيلي والتي رأينا بأنها معلقة إلى الآن ولم تحقق شيء بالنظر إلى أن بعض الأطراف العربية تتخوف من هذا الاجتماع وترى بأن الطاولة الخماسية غير متوازنة وتكون لصالح بعض الأطراف حتى من خارج المنطقة ومن ثم يبدو أن بعد انتظار حالة الانسداد الآن وعدم قدرة بتيلي على لم شمل أطراف هذه الطاولة الخماسية يبدو أن هناك بعض الأطراف العربية بالترتيب مع الأمين العام للجامعة الدول العربية في هذا الإطار ولذلك دائما تلاحظون بأن جامعة الدول العربية والسادة شنتال كانت دائما تسير في النهج الذي تسير إليه البعثة الأممية كانت أحيانا تكون طرف ضمن إطار إقليمي ما في إطار إعطاء الزخم أو إعطاء الدعم لمخرجات التحرك الأممي لكن نرى الآن بأن جامعة الدول العربية يبدو أنها أصبح لديها سيناريو يختلف نوعا ما عن البعثة الأممية ولذلك أشار البيان بأننا نطالب البعثة الأممية في الذهاب بهذا الاتجاه تب شو أفاق دكتور فرج ما أفاق هذا السيناريو يعني إلى أي مدى يمكن القول من بعد ما تابعنا اليوم في هذا الاجتماع أنه تم تجاوز النقاط الخلافية الأساسية صحيح يعني نحن الآن نميز بين رؤيين دعيني فقط أستاذ شنتال أتحدث عن رؤية بعض الأطراف التي هي كانت الآن ونتحدث عن محمد تكالى رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي أيد اليوم النقطة أن تشكل حكومة للذهاب باتجاه الانتخابات محمد تكالى المعروف بقربه من عبد الحميد دبيبة كان دائما يقول بأنه لا للمراحل الانتقالية بنفس الصياغة التي يردد عبد الحميد دبيبة وأن الذهاب يجب أن يتم مباشرة باتجاه الانتخابات ونحن ندرك بأن هناك ضغط أمريكي تحديدا على مجلس الدولة وعلى رئاسة مجلس الدولة للذهاب باتجاه مرحلة انتقالية قصيرة المدى وحكومة موحدة الآن لتهية الأرضية باتجاه الانتخابات أما سؤال حضرتك المهم أستاذ شنتال ما مدى فرص تطبيق هذه المخرجات أنا في اعتقادي تظل فرص تطبيق هذه المخرجات ضعيفة لأن بعض الأطراف التي تمتشق السلاح في الغرب الليبي وبالإضافة إلى ذلك التيارات العقائدية المؤدلجة عندما نتحدث عن أخوان المسلمين أيضا عندما نتحدث عن التيار المتطرف التابع للمفتي المعزول الصادق الغرياني نتحدث أيضا عن بعض الأطراف الإقليمية نتحدث عن تركيا بشكل خاص التي ذهب عبد الحميد دبيبة منذ أيام قليلة لتوقيع مذكرة التفاهم في إطار التعاون العسكري لتعزيز وجود الوجود التركي العسكري في غرب البلاد ومن ثم أنا في اعتقادي بأن هذه المسألة لن تكون سهلة المنال خاصة وبأن الأطراف الداعمة لعبد الحميد دبيبة من ممتشقي السلاح وتركيا الآن ترى بأن خطة بتيلي الخمسية في مصلحتها لأن التوازن يختل لمصلحتها الآن ومن ثم أنا في اعتقادي بأن التكالة محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة هو الحلقة الأضعف في هذا البيان هو حقيقة يعني المشهد الليبي يا دكتور فراج مكتب بالعديد من التحركات بسعي طبعا لتسوية الصراع الممتد لأكثر من عقد من الزمن خلينا نلقي نظرة على بعض هذه المسارات مبادرة جديدة أعلنة بل أعلن عنها نهاية العام الماضي من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله بتي للأمر اللي أشار إليه الدكتور الآن دعت لفتح حوار شامل مع كافة الأطراف إلى جانب ذلك تبرز مبادرة اللجنة 6 زائد 6 المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة لصياغة قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية ويبدو أنه استطاعت تحقيق تقدم نسبة بالرغم من تجاذبات جانبية على المستوى الأمني تخوض اللجنة العسكرية المشتركة المنبثقة عن مؤتمر برلين لعام 2020 مسارا للحفاظ على الظروف الأمنية المناسبة لتنظيم الانتخابات من خلال طبعا تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وإخراج المرتزقة من البلاد ويبدو يا دكتور فرج أنه مسألة هؤلاء مسألة المرتزقة بحد ذاتهم هو ما يخيفكم وما قلتم لي الآن أنهم سيقفون عثرة في وجه أي محاولة لإنهاء هذه الأزمة يعني دعينا الآن نتحدث بأن مسألة المصار العسكري وأجنداته فيما يتعلق بإخراج القوات الأزنبية والمرتزقة تتطلب وجود حكومة سياسية تدعم أو قرار سياسي يدعم هذه المخرجات واللجنة العسكرية تأكدت في أكثر مرة قالت بأن كل المخرجات هي جاهزة وموجودة في الأدراج الآن ونحن متفقين الخمسة من الطرفين الآن باعتباره عسكري مهنيين لكن ما ينقصنا هو القرار السياسي أنا أعتقد بأن عبد الحميدة بيبة صار عبء لهذه المسائل خاصة عندما نذهب باتجاه آخر فيما يتعلق بالأجندة الأمريكية في تشكيل القوة المشتركة من جميع الأطراف وهي مسألة تحتاج إلى قرار سياسي داخلي ومن ثم أنا في تقديري أن عبد الحميدة بيبة الآن صار غير مرحب به حتى من قبل الطرف الأمريكي لما عاد أحد ليدعمه إلا الطرف التركي تحديدا الآن ومن ثم هذه المخرجات العسكرية التي تتكلم عنها أستاذ شنتال الآن تتطلب إيجاد قرار سياسي جديد الآن ومن ثم الخطوة الأولى هي استبعاد حكومة عبد الحميدة بيبة لتهيت الأرضية باتجاه الانتخابات حتى يأتي رئيس دولة رئيس دولة الآن يستند إلى الإرادة الشعبية الحرة لكي يستطيع أن يواجه كل الأطراف التي ترفض التعاون مع مخرجات اللجنة العسكرية وإخراج قواتها الآن لكن في اعتقادي كما قلت لك المسألة مليئة بالتحديات سواء أولا فيما يتعلق مسألة توحيد الحكومة عبد الحميدة بيبة لن يخرج من المشهد بسهولة هذه نقطة المسألة الأخرى أن الإشكاليات فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية في تقديري ستكون مستمرة إلى حد ما شكرا دكتور فرج زيدان البحث في شؤون سياسية والاستراتيجية على المشاركة من بنغازي